طيب الفيديو ده هبدأ أتكلم عن السرومبوزيس والإمبوليزم لأن الاتنين لهم علاقة ببعض وقريبين من بعض يعني يعني إيه سرومبوزيس سرومب يعني سرومبس يعني الجلطة أوزيس يعني تكوين يعني الجلطة هتبدأ تتكون في الفيسل عندي فأنا عندي سرومبوزيس هي بروسسس أوف فورميشن أوف أصوليد ماس إنسايد كارديفاسكولار سيستم فروم زا كونتنتس أوفلد يعني بتتكون من مكونات الدم طيب إيه هي مكونات الجلطة أصلا أنا عندي مكونات الجلطة الأساسية أساس إنه يبقى فيها بليتلت ويبقى فيها فايبرين تمامي بل أساس المكونات أهم مكونات الجلطة بليتلت وفايبرين كمان بيبقى معها RPCs ومعها YPCs بس أهم two components هما البليتلت والفايبرين تمام بتتكون في أي مكان في الكارديوفاسكولار سيستم من مكونات الدم طيب الاتيولوجيس زاي بتتكون الجلطة عندي بتتكون أو لها ثلاث أسباب الكوزيس حاجة اسمها الفرشاو تراياد أو مسلس الرعب تمام؟ تراياد يعني ثلاثة يبقى هما ثلاث أسباب أول حاجة اندوسيلي الانجري تاني حاجة الهايبر كو أجيلابيديتي ثلاث حاجة الالتر بلاد فلو أو مشاكل يعني في البلاد فلو هنتكلم عنهم بالتفصيل المملة واحدة واحدة تمام؟ يبقى أنا لحد الوقت عرفت التعريف وعرفت المكونات الأساسية اللقل جلطة بليتليت وفايبرين وعنها أربسيز وإيبسيز تمام؟ ده كده بالنسبة لأول جزء نيجي بقى الأول عامل أو أول سبب وهو الاندوسيلي الانجري سبقى أسباب بتاعت الاندوسيلي الانجري أنه بيحصل أو الأسباب إيه هي؟ هي بسبب الأسرسكوليروزيس اللي هو تسلو الشرايين أنه هو يبدأ يتكون الليبتز أو يحصل هايبرليبيديميا يزيد الليبتز أو الدهون في الدم فتبدأ تتراكم عمالة دوس على الاندوسيليم فبتعوره وتعمل لي اندوسيلي الدمج تمام؟ فما يحصل اندوسيلي الدمج بيبدأ يطلع الكولاجين من الاندوسيليم تمام؟ فيطلع الكولاجين فيلامس المكونات بتاعت الدم الوائد بيسيز بقى والاربسيز والبليتليتس تمام؟ فلما الكولاجين اللي طلع نتيجة الاندوسيلي الدمج ده ولامس مكونات الدم بدأ ينشط فاكتور اسمه فاكتور ثمانية ده بيعمل كو أجيليشن تمام؟ كواجيليشن يعني ايه يعني تجلط يعني البليتليتس هتبدأ تلزق على الجدار بتاع الفيسل بتاعي تمام فدي بسميها بليتليت أدهيجن الخطوة دي بقول عليها بليتليت أدهيجن فتطلع برضو مواد تانية تجيب لبليتليتس كتير فيبدأ يحصل بليتليت أجريجيشن يعني البليتليتس لما عددها يزيد اسمها بليتليت أجريجيشن يبقى أنا أول خطوة حصلت عندي الاندوسيليا دامج لأي سبب من الأسباب دول الاسروسكلروزس انها هيعور في الابسيليا من نتيجة كمية الدهن اللي عمالها تتراكم على الجدار فهتعوره تمام تاني سبب هو الانفلاميشن انفلاميشن أكيد هيعور لي في الجدار فيليببايتس اندوكارديتس فيليبيتس يعني انفلاميشن of the vein تمام باسكوليتس انفلاميشن of the vessel اندوكارديتس انفلاميشن of the endocardium تمام انجري of the arteries and veins ده لأسباب كتير زي اللي هي في الهيبرتنشن الدم يندفع بقوة كبيرة فيعمل لي انجري في الاندوسيليم برضو تمام عندي الرادياشن برضو التعرض للاشعاع ده برضو يعمل لي اندوسيليل انجري فهو برضو من اسباب الاندوسيليل دامج تمام فقلنا بعد ما بيحصل دامج بيبدأ يطلع من الاندوسيليم يلامس مكونات الدم فينشط فاكتور تمانية فلما ينشط فاكتور تمانية يحصل ويبدأ تلتصك البلايتلت بالجدار بتاع البلاد فيسل فتطلع مواد تعمل لي بلايتلت اجريجيشن تزود لي كمية البلايتلت اللي هتلزق تاني على الجدار فيحصل عملية البلايتلت اجريجيشن ده بالنسبة لأول حاجة في الاندوسيليل دامج تمام السرومبوزيس بيقول لي اهو اكسبوجر ده الخطوات اللي احنا قلناها اكسبوجر افصاب اندوسيليل كولاجين and other بلايتلت اكتيفيتور يحصل increased للبلايتلت اجريجيشن procoagulant production زي كاتيشو فاكتور اللي هو قلنا فاكتور تمانية ويبدأ يقل الانتكواجيلان اكتيفتي يقل الانتكواجيلان اكتيفتي يعني الانتكواجيلشن فاكتور زي قلت او قدرة الدم اللي يعمل الانتكواجيلشن هم ما يتجلطش بتقل فيبدأ يتجلط ويعمل السرومبوز تمام ده اول حاجة تاني حاجة عندي اللي هي الابنورمال بلاد فلو اللي هو التوربينس او الاستيزيس الاستيزيس معناها بطء حركة الدم يعني الدم ماشي ببطء اما عندي التوربينس ده معناها ان الدم ماشي يخبط في الفيسل تمام ده الفرق ما بينهم يعني الاستيزيس ده بيبقى في المايوكارديال انجري التوربينس في حالات الارتيريال برانشينج والانيوريزم والأسيروسكوليوتيج مش بهم الجزء بتاع الامثلة يعني تمام او بيقول ان الاستيزيس او التوربينس ده بيعمل الدسترابشن للامينار فلو لما البلود يبطأ حركته تبطأ او يبدأ يخبط في الفيسل يبدأ الفلو اللامينار فلو اللي هو صراعين الدم فيه تدفقات تبدأ تقل او يبدأ يحصل فيه يتلغبط يعني فالبليد هتبدأ تمسك مع الاندوسيليم ويحصل نفس الخطوات اللي احنا قلناها في الاندوسيليا الاندري نيجي للهايبر كواجيباليتي يعني زيادة كواجيباليتي ان هو يزيد كواجيليشن برضو فده في الحالة دي بتزيد الكواجيليشن فده فده عندي بيقول يا اما برايمري يعني حاجة بنقول عليها ايه خلينا برايمري و ساكندري دلوقتي برايمري اللي هي الجناتك والساكندري اللي هي الاكواير تمام يعني برايمري حاجة مولود بيها جين مولود بي فبالتالي ده بيبقى برايمري او جينات سببه بجينات تمام زي ايه زي deficiency of anti-thrombin 3 وبروتين C وبروتين S الحاجات دي ما بتعمليش coagulation فلما تقل او الحاجات دي anti-coagulant فلما تقل معناها ان الcoagulant زادت تمام فهيبدأ يحصل coagulation الاقوار دي hypercoagulable status زي oral contraceptives دي من الحاجات اللي بتساعد جدا انه يتكون thrombus تمام لي لانه في حالات oral contraceptives ده بيبقى لي hyperestrogenic effect الhyperestrogenic effect ده